عايز اقول يا رودا سليم النهاردة اشتكى من اجهاد والدكتور فحصه الدكتور احمد جبالله فحصه فحصه كامل شامل سليم 100% بس هو حاسس باجهاد ومسافر معندوش مشكلة يعني يا رودا سليم مسافر معندوش مشكلة مش بقول كده يعني عشان برضو الصبح هيختبروه زي وسامة بقوا علي لا هيسافر معندوش اي مشكلة بس هو حاسس باجهاد فجاس فضل انه يخرجوا من الملعب ويرياحوا لما حاسس بازا الاجهاد طبعا رودا سليم كان بقاله 3-4 شكور ما بيلعبش نتيجة تكسروا الطرق قوة وبعدين شارك بشكل مكسف في الماتشات الاخيرة وبالتالي هو حاسس بنوع من الاجهاد كده فصحبوه على طول قاعد برا الملعب علشان خاطر يريحوه لكن الدكتور قال سليم 1000% مفيش مشكلة وموجود في البيعصة بتاعة النادي الاهلي اللي بسافر الصبح ان شاء الله احمد عبدالقادر قلت لكم خلاص تم استبعادهم مش عشان حاجة ولا تقليل منه ولا لانه مصاب ولانه مش جايز لكل كلام ده لانه عنده ناحية الشمال عدد من اللعيبة يعني ركبين على فكرة احمد عبدالقادر ناحية الشمال عنده حسين الشحات وعنده رودا سليم وعدين يجي احمد عبدالقادر زاد ان طهر محمد طهر بلعب النحية ده وبلعب ناحية اليمين فكده كده فيه ناس اجهز منه في هذا المكان كريم ندفد من غاية مبارح كان فيه قلق النهاردة سليم مية في المية وتقرر ان يرافق البعثة اللي مسافره بكرة ان شاء الله الى السعودية باذن الله وبالتالي اتحسم موقفه كابتن محمود الخطيب انا متوقع انه يسافر يوم الخميس من غد الوقت هتسأل اي حد يقولك لا او ازاي ومفيش وبتاعه لا انا متوقع البعثة هتسافر بكرة على فكرة برئاسة السيد محمد الضماطي ولا لك عامر رسمي على الصفحة الرسمية خبر رسمي قال فيه انه تعيين محمد الضماطي والسيد محمد الضماطي تكليفه عضو مجلس ادارة برئاسة البعثة المتاجر السعودية الملاك العربية السعودية للمشاركة في المبارنة هالكاس مصر يوم الجمعة المقبل بالرياض والضماطي سيقوم بالتنسيق والمتابع مع خالد بيب ومدير الكرة في كل ما يخص سفر واقامة البعثة وتوفير الاجواء التي تساعد اجاز الفني واللعابية فبكرة حيتسافر مجلس الادارة ما اعظم مجلس الضمسافة يعني عارفت انه مسافر مثلا مانس خاد مرتاج مسافر مسافر مثلا الاستاذ طريق انديل مسافر الاستاذ مهند مجدي مسافر السيد حمد سراج مسافر يعني اغلب المجلس مسافر يعني ما اعظم المجلس مسافر برطف التارة بتاعة بكرة معاهم كمرافقين يعني نمر رئيس البعثة محمد ضماط النهاردة سافر كابتن خالد بيبو مبارح سافر كابتن سامير عدلي سافر مبارح نهاردة كابتن خالد بيبو سافر السعودية كمان عشان يجاهزوا كل حاجة خاصة بالقال والبعثة ان شاء الله بكرة هتتمرن وتتاجه بعون الله فورا الى المملكة العربية السعودية عندهم تمرين بكرة الساعة 6 على الملعب الفارعي الملعب اول بارك والتمرين الرئيسي بتاعهم حيكون يوم الخميس على الملعب الرئيسي كان فيه كلام ان الملعب حياشهد مباراة النصر والرائد فالاهل ممكن معرفش يتمرن عليه والكلام ده لكن حتى الان الاهل لم يتلقى شيء فالبرنامج اللي معموله ماشي زي ما هو ما عندوش اي مشكلة على الاطلاق بكرة على الملعب الفارعي لما وصلوا بالسلامة والخميس على الملعب الرئيسي وبكرة يابع فيه الاجتماع اليوم الخميس يابع فيه الاجتماع الفني وهو زي ما احنا عارفين المطش وفق القرع او وفق يعني القرع بتاعة الكاس مصر هو مطش الزمالك القرع ما تعملت وبالتالي الزمالك هلا بتتاقب بتاعه بالكامل اللي قالي بس هاي بمحتاجي غير الشرطة بتاعه من اللون الابيض ليه لون اخر